السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة دي دو سميدي. هاد النهار ان شاء الله هدي نطرقوا له واحد الموضوع اللي يشغل الادهان ديال بزاف ديال المربين ديال الالانيب. انه اسم هو العمر اللي يقدروا نزوجوا فيهم الالانيب. هاما تولدوا عنا الصغر الالانيب وبقوا عنا واحد شهر شهرين تلت شهر. ولكن احنا ما عارفين شفوقاش غادي نزوجوهم عاود باش يقدروا يعطيونا خلفة واحدة اخرى. اولا اه في واحد الفيديو السابق اه احضرنا على ما يخصوش يكونو اه الخوت. يعني الاخوة ما يتزوجوش بعضياتهم لان ما كتكونش التزوج ما كيعطيش واحد الخلفة مزيانة. اما بالنسبة للعمر اللي غادي تقدروا تزوجوا فيه الالانيب وهو بالنسبة للذكر يقدر تحطوه مع الانتة الى كان عنده اربعة شهر. اما بالنسبة الانتة بالامل الاحسن تخليوها تبلغ ست شهر. بالنسبة للارنب الرومياء شحن واحد كيديرواح طريقة انه كيمشي بالميزان. بالميزان فعلا انه مني كي يوصل لست شهور الأرنب الرومي راكي يوصل لست شهور في إعلانك راكي تكون عنده ثلاثة ثلاثة ونص كي تكون في الميزة كي يكون يعني وازن إنه كي يكون كبير يعني صافيا ذاكرا ناضج قادر أنها قادر الأرنب أنها تولد انتو ما بغيتوا تديروا تقيدوا يعني التاريخ ديالهم في واحد الورقة ولا في واحد السيجيل منين تشوفوا الأرنب ولت عنده أربع شهور يعني راها قادر أنه يتزوج مع الأرنبة ويقدر يولدها أما بالنسبة للأرنبة من أحسن ما تعطيه واش الأرنب وهي عاد صغيرة لا تتوصل لست شهور ست شهور كتكون قادرة أنها تولد بواحد طريقة مزيانة إنه لمشي تعطيتها الأرنب وهي صغيرة راكي كتلقا قاعد يتلقوا مشاكل كبيرة بززاف إنها الولادة ديالا كتولي أولا ما كانت تعطيش بززاف كتولي كتعطيك إما ثلاثة مرة واحد إما إلا كانت نارجة كتعطيك الخلفة مزيانة وبالنسبة للذكر صافيا دكرها أربع شهور راكي يكون قادر أنه يتزوج مع الأرنبة ويعطيكم الخلفة مزيانة إلا أعجبكم الفيديو تكيوا إلى زر جيم وتكيوا إلى زر الجراز كي يصلكم الجديد إن شاء الله ورمضان مباركك سعيد اشتركوا في القناة